مشاهدين الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب وكمان بنهني كل الإخوة الذين احتفلوا بقيامة المسيح يوم الأحد الماضي مع الكنيسة الغربية أو الذين يحتفلون هذا الإسبوع بإسبوع الألام والأحد القادم هو أحد القيامة في كل الحالتين الحقيقة التي أكدها لنا الكتاب المقدس هي أن الرب يسوع له كل المجد مات ودفن وقام وزهر وكل هذا لكي ما يخلص الإنسان ويعطيه حياة بل أفضل حياة فكل عام وحضراتكم جميعا بكل الخير والسلام مع أسركم في كل أمور حياتكم موضوع حلقة اليوم هو بعنوان أعداء صليب المسيح أعداء صليب المسيح ومنذ أن قدم المسيح نفسه فدية من أجلنا على عود الصليب والمسيح الذي هو الطريق والحق والحياة ولا يوجد خلاص للإنسان بعيدا عن شخص وعمل المسيح الكفاري إلا أن عدو الخير في كل زمان وفي كل مكان يحاول أن يطعن في حقيقة صلب وموت المسيح ويطعن مرة في تاريخيته ومرة أيضا في العقيدة نفسها والإيمان المسيحي بيموت وصلب المسيح عشان كده اليوم حاجة أتكلم مع حضراتكم عن أعداء صليب المسيح يمكن الصورة المعبرة أكتر اللي أقدر أحطها أنا كبوست خاص بأعداء صليب المسيح هذه الصورة التي تعبر عن الرفض الإسلامي لحقيقة صلب وموت المسيح تاريخيا والطعن في أهمية صلب وموت المسيح لكيما يكون الإنسان عبدا للخطية ومحكوما عليه بالهلاك الأبدي يقول الرسول بوليس في رسالة فيليبي وفي أصحاح ثلاثة وفي عدد 18 وعدد 19 لأن كثيرين يسيرون من من كنت أذكرهم لكم مرارا الآن أذكرهم أيضا باكيا يعني في ناس كانوا معنا وأنا أذكرهم كنت أذكرهم لكم مرات ومرات وأذكر أسماءهم لكم لكن اليوم أنا أذكرهم باكيا وهم أعداء صليب المسيح وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات وهنا رسول بوليس حطي لي أربع أوصاف لأعداء صليب المسيح أربع أوصاف الوصف الأولان يقول نهايتهم الهلاك ينظر إلى نهايتهم لأنه لا خلاص بعيدا عن صليب المسيح ولا خلاص للإنسان بعيدا عن عمل المسيح الكفاري لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية وزي ما رفع موسى الحياة في البرية كان ينبغي أن يرفع أيضا ابن الإنسان لكن بدون موت المسيح وبدون الإيمان بعمل المسيح الكفاري تصبح نهاية الإنسان هي الهلاك من له الابن له الحياة حاجة تانية إلههم بطنهم بمعنى أن كل ما يفكرون فيه هو الأرضيات هو الأكل هو الشرب لو خدنا دوان وطبقناه على اليهود في كل معاملاتهم ما هو الكوشر ما هو الحلال وما هو غير الحلال هل الأكلة دي صح هل الأكلة دي غلط ماذا يجب أن نأكل ماذا يجب أن نشرب كيف نأكل وكيف نشرب ودي كان كل صراعهم أيضا مع الرب يسوع إلحق تلاميذك بيأكلوا دون أن يخسروا الأيات إلحق تلاميذك بيأكلوا ما بيخسروش الأواني تلاميذك يسومون لا يسومون هو كل الأمور هو الأمور المتعلقة ببطنهم إلههم بطنهم حاجة تانية مجدهم في خزيهم المجد بتاعهم هو في العار بتاعهم مجد الإنسان في خزيه لأن ما يفعله الإنسان وما يحاول أن يفعله الإنسان لكي ما يخلص نفسه بنفسه هو خزي وعار وما يستطيع أن يخلص نفسه الإنسان يفتخر بصومه يفتخر بسلواته يتفاخر أنه يقفل الطرق علشان يصلي يتفاخر أنه يقفل الميدين علشان يصلي التراويح يتفاخر بأنه يصوم ويفرد هذا الصوم الإجباري على غير المسلمين هو خزيهم في أو مجدهم في خزيهم حاجة الرابعة يفتكرون في الأرضيات كل ما يفكروا فيه هو الأرضيات وليس السماويات ده حتى سوريا يعني إخواتنا المسلمين حولوا السماء جعلوها أوحش يمارس فيها أبشع ما يمارس في الأرضيات من سكر وغلمان وحريات والله اللي شغال بس علشان يعني يبسط إرهابيين شغال بس علشان يرضي شهواتهم للدرجة أن الواحدة وقت بتفرج على فيديوهات يعني بتخليها يرجع من كتر الأرف اللي فيها من أوصاف لا يستطيع حتى الشخص العادي الطبيعي المحترم اللي عايش في الأرض أنه يقبلها لكن يفتكرون في الأرضيات دول أعداء صليب يسوع المسيح ليه؟ لأنهم يرفضون طريق الله للخلاص يرفضون طريق الله للخلاص يرفضون ما أعده الله من أجل خلاصهم ويبحثون عن ما يمجدهم وما يرضي رغباتهم وشهواتهم الأرضية صنعوا إله من أنفسهم إله يتماشى مع رغباتهم وشهواتهم وأفكارهم وأشعرهم عشان كده يقول عنهم أنهم أعداء صليب المسيح طيب طبعا صليب المسيح زي ما قلت لحضراتكم هو واحد من الأمور التي لا يمكن للمسلم لا يمكن للمسلم أن يستطيع أن ينكروا تاريخيا حقيقة صلب المسيح لا يمكن للمسلم أن ينكرها تاريخيا لأنه لا يقدم لنا أي برهان تاريخي على أن المسيح لم يصلب وللأسف لما يقول لك أنا عندي برهين يروح للكتابة مقادس يقول لك أصله حصل هنا حاجة وحصل هنا حاجة يبقى فيه تناقض أنا مليكش دعب كتابة مقادس قدم لأنت برهينك الأدلة بتاعتك اللي تؤكد من خلالها أن أنت فعلا بتؤمن أن المسيح لم يصلب أو أنه شبها له لكن قضية الصليب قضية بالنسبة للمسلم قضية كبيرة جدا ومرة يطعن فيه الأنجيل عشان يلغيها ومرة يطعن فيه العهد الأديم ونبوات العهد الأديم علشان يعني يفقدها قوتها ومرة يتهم بوليس بأنه هو المخادع ومؤلف لعقيدة الصلب والفداء زي أخونا محمد شهين التاعب كل ما يهمه أنه يطعن في بوليس الرسول ويتهم بوليس الرسول بأنه هو مؤلف مؤلف عقيدة الصلب والفداء خلونا نسمع لأول فيديو ونرجع نعلق عليه من المعروف أن أهم عقيدة بشر بها بوليس على الإطلاق هي عقيدة الصلب والفداء والكفارة والخلاص طيب خلاص شاول الترسوسي أو بوليس ممكن عفينا من المعروف أنه أهم عقيدة بشر بها بوليس هي عقيدة الصلب والفداء طيب الأنجيل اللي خصصت أربعين في المية من محتواها للإسبوع الأخير إسبوع آلام السيد المسيح ألم يكن أيضا الصلب والفداء هو محورها وهدفها الأساسي كمل والكفارة والخلاص شاول الترسوسي أو بوليس المدعو الرسول هو أول من صاغ عقيدة الصلب والفداء والخلاص والكفارة إزاي ده إزاي جابها منين ألفها ولا جاب حاجة ضد الكنيسة وضد الرسل الذين أول ما خرجوا وكانوا بيكرزوا كانوا بيكرزوا بصلب المسيح وبقيامة المسيح وأنا هتكلم عن الجزء ده شوي بالتفصيل لكن هو مجرد كلام بطيخ زي ما احنا بنقول يعني واحد مجرد أنه يريد أن ينفي حقيقة صلب وموت المسيح فيعمل إيه؟ فيتعان في بوليس وبوليس هو المؤلف لعقيدة الصلب والفداء طيب الفيديو الثاني بيقول لنا إزاي بوليس ربط هذه العقيدة وجمعها وفبركها عشان يقدمها لنا نشوف الفيديو الثاني ونعلق عليك وطريق الخلاص الوحيد لتبعات خطية قدم الأصلية هي عقيدة الصلب والفداء والكفارة وهكذا كان ينبغي على المسيح عليه السلام الكائن السماوي المخلوق هكذا كان ينبغي على المسيح الكائن السماوي المخلوق دي عقيدة مين دي؟ هي دي عقيدة أريوس ولا عقيدة المسيحيين؟ كمل كذا كان ينبغي على المسيح عليه السلام الكائن السماوي المخلوق المقابل لآدم عليه السلام قبل الخطيئة أن ينزل من السماء ويعيش على الأرض كإنسان ويصلب ويموت ويدفن ويقوم من بين الأموات ليعطي الحياة الأبدية لكل من يؤمن به أي كلام فأي كلام أي كلام فأي كلام يعني يمكن بعض المشاهدين المتابعين لبرنامج عبر كتاب آوات بيقول لي أسيس عشب بلاش يعني دول ما يستهلوش حتى الواحد يرد عليهم لأنه بيقول أي كلام فأي كلام وهو فعلا بيقول أي كلام فأي كلام يعني بوليس اخترع انه فكرة موت المسيح وصلب المسيح وموته ربطها بأنها مهمة جدا للفداء كويس طب أنا هسألك سؤال هل بوليس الذي نادى بموت وصلب المأور أو نادى بالفداء كما تقول هل الصلب والموت كان حدث تاريخي ولا حدث شبها له يعني إحنا لو أنت قلت أنه بوليس هو أول من نادى وده كلام غلط هل بوليس نادى بيه على أساس أنه حدث تاريخي حصل فعلا ولا نادى بيه بوليس على أنه شبها له فالراجل يعني حتى تاريخية الصلب والتاريخية الفداء لم يكن متأكدا منها مين اللي نادى بأول فكرة للصلب والفداء وعميتها هو علشان بوليس ذكر في روميا آدم الأول وآدم الأخير يبقى بوليس هو الذي يخترعها إحنا عمرنا ما بنبني عقيدة على سفر أو نص هنا ونص هنا العقيدة المسيحية مؤسسة على 66 سفر على فكرة الله المعلن في الكتاب المعدس ولا توجد عقيدة أساسية في الإيمان المسيحي مبنية على نصوص قليلة أو على نص موجود في رسالة أو نص موجود في إنجيل يعني إيماننا عن طبيعة الوحي وكتاب المعدس إيماننا عن لهوت المسيح وعمله وطبيعة شخصه إيماننا عن الله الآب وصفاته وأعماله والثلوس وطبيعته إيماننا عن الروح القدس إيماننا عن الكنيسة إيماننا عن الفداء والخلاص إيماننا عن الخطيئة ونتائجها وتأثرها على الإنسان إيماننا عن مجيئة المسيح الثاني هذه العقايد لا تبنى على مجرد نص موجود في غلطيا ولا نص موجود في رميا ولا نص موجود هذه العقايد تبنى على كل الكتاب المقدس على 66 سفر على فكر الله الذي أعلنوا لنا في الكتاب المقدس لكن حضرتك عشان تطعن في الصلب والفداء وتروح طاعن في بوليس ده يعني ده فراغ هو بقى بيقول لنا إيم بيقول لنا إزاي بوليس انحرف خلوا بالكو بوليس انحرف بوليس انحرف عن العهد الأديم وانحرف عن تعليم المسيح وانحرف عن الكنيسة وأدم حاجة جديدة نسمع الفيديو رقم 3 وأعلق عليه وطريق الخلاص الوحيد لتبعات خطية آدم الأصلية هي عقيرة الصلب والفداء والكفارة وهكذا كان ينبغي على المسيح عليه السلام الكائن السماوي المخلوق المقابل لآدم عليه السلام قبل الخطية أن ينزل من السماء ويعيش على الأرض كإنسان ويصلب ويموت ويدفن ويقوم من بين الأموات ليعطي الحياة الأبدية لكل من يؤمن به طيب نسمع وهكذا أسس بوليس لهذا الانحراف الجوهاري الكبير جدا هكذا أسس بوليس هكذا أسس بوليس لهذا الانحراف الشديد أو الكبير عن إيه بقى انحرف عن إيه بوليس كم من لنا وهكذا أسس بوليس لهذا الانحراف الجوهاري الكبير جدا في زمن مبكر جدا من التاريخ المسيحي الإشكالية الكبرى التي وقع فيها بوليس هي أنه ربط بين دخول الجنة والحصول على التبرير أمام الله بقضية الصلب والموت والقيامة وهكذا انحرف بوليس عن مذهب كل أنبياء العهد القديم وعن مذهب المسيح عليه السلام نفسه واخترع طريقا جديدا عهدا جديدا للدخول للجنة أما أنبياء العهد القديم ومعهم المسيح عليه السلام فإنهم جميعا علموا بأن التبرير أمام الله ودخول الجنة عن طريق اتباع الوصايا والشراء والأحكام أنا عندي خبر كويس لحضرتك أنت تجهل ما يقول الكتاب المقدس في العهد القديم أو حتى في تعليم المسيح ما قلته هو عبارة عن بلاص من الجهل بكلمة الله كبيته كده زي ما يكبه الجبنة القديمة والمش كبيته كبيت كده بلاص من الجهل بكلمة الله بالعهد القديم وبتعليم المسيح لأن عمر العهد القديم ما بني على أن الإنسان يخلص بالأعمال ما بنيش على كده العهد القديم أيضا الخلاص فيه بالدم بالكفارة بالزبائح أمعرفش أنت قريت أني هقعد قديم يعني مش هبدأ من سفر التكوين أصحاح ثلاثة لكن خليني حتى أبدأ من الفصح أني أرى الدم وأعبر عنكم في خروج 12 ولا ياخد كل سفر اللويين اللي بيكلمني عن الزبائح إذا أخطأ إنسان إذا أخطأ شعب إذا أخطأ رئيس ماهلش إذا أخطأ يروح يصوم ثلاثة أيام ويقدم يعمل مائدة الرحمن لخمسين واحد لكن إذا أخطأ إنسان يقدم زبيحة كذا وكذا وكذا وإذا أخطأ رئيس في وسطك يقدم زبيحة كذا وكذا وكذا ويعمل كفارة العظيم الذي يحدث مرة في السنة وينب فيه رئيس الكهنة عن كل الشعب ليكفر عن خطايا الشعب كما هو منصوص عنه في سفر لوين وأصحى 16 حضرتك تجهل كل نظام العهد الأديم من زبائح وأهميتها هي الزبائح دي موجودة ليه والله أنص عليها ليه وضعها كجوهر للشريعة ليه زيادة عدد يعني محبة في في زبح الحيوانات حضرتك زي ما يقوله أنت فعلا تجهل كل العهد الأديم ولما يقول العهد الأديم ليترك الشرير طريقه ورجل اسم أفكاره وليتب إلى رب فرحمه إله لأنه يكثر الغفران لا ما بيلغيش الزبائح لأن الزبائح لابد أن تقدم بإيمان وبرغبة قلبية في التوبة والرجوع لله زي العهد الجديد محدش يقدر يقول أنا هقبل زبيحة المسيح وحياته زي ما هي في الشر وفي القطية لكن هناك ترجمة للإيمان وترجمة الإيمان في العهد الأديم وفي العهد الجديد هي الأعمال لكن ليست الأعمال طريق للخلاص أنا ما عرفش التجيب بتجيب الأفكار دي منين علشان لقيت آية موجود فيها ماذا يطلب منك الرب إلا أن تحب الرب إلهك وتحفظ وصياه وتسلك في كرة تركه ده ملغيش الزبائح ده ملغيش ولا دوا هو طريق الخلاص بعيدا عن الزبائح اللي بيحب الرب إلهه بيقدم زبائح وعش كده فيه هيكل في العهد القديم وإلا ما كانش فيه بقى احتياج للهيكل ولا للمذبح ولا للكهنة ميش فيه احتياج ده كله هو ده فكر ده فكر المسلم إنه علشان يلغي الفداء والصلب يأكد على إنه العهد القديم بينادي أن الإنسان يتبرر أمام الله بالأعمال الصالحة ودي قضية على فكرة دي قضية رسالة روميا ودي قضية رسالة غلطة ونتكلم عنها كيف الإنسان أن يتبرر أمام الله ولو رحنا لتعليم المسيح ده أول بشارة أتت عن ميلاد المسيح اللي بتكلم بيقولك إنه بوليس انحرف حتى عن تعليم المسيح ده أول إشارة عن عن الفداء بالمسيح والخلاص بالمسيح لما بشر الملاك وقال هذه الكلمات ليوسف لا تخف يا يوسف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم يخلص شعبه من خطاياهم تب ازاي يخلص شعبه من خطاياهم بأي طريقة لما نرجع إلى إلى متة ستاشر وكلام الرب يسوع من ذلك الوقت في عدد واحد وعشرين من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي ينبغي شيء ضروري وحتمي وأساسي ينبغي أن يذهب إلى أرشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم ويوم بطرس قال له حشاك يا رب رب يسوع قال له أنه اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي لأنك لا تهتم بما لله بل بما للناس والكلام ده أكده رب يسوع مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة مرات ومرات يقول ينبغي أن ابن الإنسان يذهب يتألم يقتل وفي اليوم الثالث يقوم ألم يقل المسيح لنيكود موس أنه كما رفع الحية كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان ألم يقل له أيضا أنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به ألم يقل كل هذا جبتها منين أن المسيح لم يعلم بموته وبصلبه بصلبه وبموته على أنه هو فداء للإنسان جبتها منين دي ما هو يما تقرى كتاب المعدة صح يما ما تقرى وش خالص إنما العك اللي بيتقال دوا دا اسمه عك اطعن زي ما تطعن بس أدم حاجة على الأقل تكون فهمها ممكن تكلمنا عن أهمية الزبائح في العهد القديم وليه ربنا قال إنه هذه الزبائح لابد أن تقدم وإلى ماذا ترمز كل حاجة في الزبائح كانت تشير للمسيح حتى الطريقة الإنسان بيقدم بيها الزبيحة الطريقة نفسها لما كان الإنسان الخاطئ يأتي بذبيحة ما فيهاش عيب تشير إلى كمال زبيحة المسيح ويدع يده على الزبيحة ويعترب بخطياء طب هو ليه بيضع يده وليه بيعترب بخطياء وإيه المغزى من ده كله وكأنه يقول أن خطيتي أنا أنا الإنسان الخاطئ الذي ارتكبت الخطيئة وأستحق الموت لأني خاطئ لكن هذه الخطيئة بتنتقل مني بوضع يدي على هذا الحمل الوديع الذي لم يفعل الخطيئة فيأخذ يحمل خطيئة ويحمل عقاب خطيئة لأن أجرة الخطيئة موت إنما التأليف اللي حضرتك بتألفه ده ده تأليف جديد دي وكل بدعة ضلال ده ده تعليم ده هو اللي أنا أقول عليه أعداء صليب المسيح طيب هو هو علشان يأسس للفكرة دي فصر الكتاب له مؤدس غلط فصروا غلط فصروا على مزاجه واحد كده قاعد بيفصر النصوص الكتابية على على هو قبل ما نكمل مع بعض ونشوف النصوص اللي فصرها غلط نأخذ مدخلة أم عماد من أمريكا ألو أهلا وسهلا وحضرتك وكل سنة ومتطيبة وحضرتك طيب عبال كل سنة يا رب تعود خير شكرا إزايك دكتور إزاي الحقيقة ممكن يكون مدخلتي دي ملهاش علاقة بال بال بالفداء يعني بس دي علاقة على الأقل بالتجسد لأن سفر الأمثال اللي كتب سليمان سليمان النبي قبل بولوس بمئات السنين وفي سفر الأمثال أصحاح تلاتين بيقول لك من من جمع الريح في حنتايه من صرر المياه سيسوب من كل الحاجات اللي عملها ربنا يعني من ثبت جميع أطراف الأرض كل الحاجات دي وبيقول لك ما اسمه وما اسم ابنيه إن عرفت يعني اللي عمل الحاجات دي كلها لو ابن طبعا الابن ده تجسد وربنا ينفعنا بصلاواتك شكرا شكرا لك وحضرتك طيبة طيب نشوف النص اللي هو بنى عليه هو عمل هو الإنسان لما يفترض فرديات غلط بيطلع بالنتيجة غلط ده الطبيعي الفردية الغلط تقود إلى نتيجة غلط الفردية صح تقود إلى نتيجة صح فهو افترض افترض لأنه هو مش بيؤمن لا بالصلب ولا بالفداء ولا حتى بموت المسيح تاريخيا فبيعمل ايه قالك بوليس هو الاختراع كي ماشي بوليس اختراع وحاول بقى يربط ازاي بوليس اخترع فكرة الصلب والفداء وبعدين قالك أصل بوليس علم حاجة منحرفة عن العهد القديم وتعليم المسيح انحرف قدم مذهب منحرف وعشان كده كانت فيه ناس ها بتقاوم رسالة بوليس اللي هي جوهرها الصلب والفداء طيب نشوف الاول الفيديو وانا عندي تعليق كتير على هذا الفيديو نسمع ومن اكبر المشاكل التي ظهرت في المجتمعات المسيحية المبكرة والتي من اجلها كان بوليس يكتب بعض الرسائل مشكلة الارتداد فان بوليس كان يتكلم عن بعض المسيحيين الذين ارتدوا عن الايمان الذي بشر به بوليس الى ايمان اخر كان يقاومه بوليس واذا علمنا ان اهم عقيدة بشر بها بوليس هي عقيدة الصلب والفداء وقيامة المسيح من الاموات فاننا نستطيع ان نجزم ان هؤلاء الذين ارتدوا عن ايمان بوليس ذهبوا الى ايمان اخر غير متصق او مخالف لعقيدة القيامة وعقيدة الصلب والفداء اوكي اولا اولا ده استنتاج زي ما قلت فرضية غلط قدت الى استنتاج غلط هو فرض انه الناس اللي بيكلم عنهم بوليس دول اللي هما ارتدوا ارتدوا عن الصلب والفداء والقيامة كويس وبوليس كان بينادي بالصلب والفداء وفي قيامة المسيح وهم نادوا بعكس ما نادى به بوليس اولا ده استنتاج غلط وزي ما قلت مبني على فرضية غلط ليه خليني نقرأ نقرأ النص نقرأ النص هنا ونشوف ايه المشكلة الاساسية اللي بيكلم عنها الرسول بوليس يقول هنا ولكنني اخاف احنا مين هنا احنا تلاميذ المسيح ما قالش اكرز به انا نكرز به تلاميذ المسيح او كنتم تأخذون روحا اخر لم تأخذوه يعني لم تنالوا الروح الكدس لانه اذا انت بشرت بالمسيح وقبلت المسيح بتنال عطية الاب هو سكن الروح الكدس فيك ويس او انجيلا اخر لم تقبلوه يعني بشارة هنا انجيل بمعنى بشارة بشارة اخرى لم تقبلوه فحسنا كنتم تحتملون لاني احسبوا اني لم انقص شيئا عن باقي الرسل يعني انا لا انقص فيما قدمت عن باقي الرسل يعني ايه الكلام ده يعني الرسل اللي قدموه انا لم انقص منه شيء ما قدمه بوترس وما قدمه يعقوب وما قدمه متة وما قدمه باقيت الرسل انا لم انقص منه لما انا جيت وبشرتكم إلا أنا بشرتكم به لم أنقص منه شيئا لأنه بالضبط هو تعليم باقي الرسل ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة لكي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعلى ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح ولا عجب لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهاياتهم تكون حسب أعمالهم إيه العضية الموجودة في كرونسوس وإيه العضية الموجودة في غلطيا وإيه العضية الموجودة في روميا الأرضية الأساسية لم تكن إنكار صلب المسيح ولم تكن إنكارا لموت المسيح ولم تكن إنكارا لقيامة المسيح إيه ده؟ يعني هم متفقين مع بولس إن المسيح مات صلب ومات وقام آه متفقين مع بولس في كده المعلمين اللي بيتكلم عنهم دول اللي هو قال عنهم أنهم هم هؤلاء أعداء صليب المسيح وهم أيضا يغيرون شكلهم زي ما الشيطان بيغير شكله آه هم يؤمنون أن المسيح تاريخيا صلب ويؤمنون أن المسيح تاريخيا مات ويؤمنون أن المسيح تاريخيا قام طب إيه القضية؟ القضية ببساطة إن دول بنيطلق عليهم التهوديين أو اللي هم المؤمنين اليهود اللي قالوا إيه؟ قالوا الإنسان مش بيخلص بس بقبوله للمسيح هم اللي يخلص بإيه؟ الإنسان يريد أن يخلص بحفظه للنموس فبجانب المسيح بجانب المسيح نحط مين؟ نحط النموس يبقى نحط حفظ السبت ونحط الختان ونحط كل الفرائد النموسية القديمة وتبقى المسيحية امتداد لليهودية ده اللي قالوه وهنا بوليس قال في دفاعه ما ينفعش لأنك أنت بتقول كده أن المسيح غير كافي وخلاص المسيح غير كافي لو حطيت حاجة جنب المسيح جوهرية لخلاص الإنسان يبقى أنت بتقول أن عمل المسيح على صليب غير كافي ده اللي كان بيقولوا بوليس وده اللي كانوا بيقولوا المعلمين اليهود اللي وصفهم بأنهم ينادوا بإنجيل آخر فخلاص الإنسان مبني على عمل المسيح ولا خلاص الإنسان على مبني على عمل المسيح ومعاه كمان أن الإنسان يحفظ النموس دي القضية الأساسية دي القضية الأساسية فهؤلاء المعلمين بالرغم أن بوليس وصفهم أنهم أعداء صليب المسيح لكن لم ينكر أحد فيهم أن المسيح صليب وأن المسيح مات وأن المسيح قام منكروش هم قالوا أنه كمان الإنسان لابد أن يعمل أعمال بجانب الإيمان بالمسيح والأعمال دي تكون بحسب النموس وبوليس بقول لا ما ينفعش لأنه الإنسان ما فشل أنه يعيش بحسب النموس وأن النموس محطوط مش عشان يخلص الإنسان النموس محطوط علشان يكشف ضعف الإنسان واحتياجه للمسيح فمع المسيح أنا مش بيحتاج حاجة تاني هو هو ده لب القضية لكن هو بقى يحرفها شوفوا بقى هو بيحرفها في الفيديو رقم خمسة يقول لنا أي خلينا نشوف تحريفه ليه وتفسيره للأمور دي ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحي حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح فإنه إن كان الآتي يكرز بيسوع آخر لم نكرز به أو كنتم تأخذون روحا آخر لم تأخذوه أو إنجيلا آخر لم تقبلوه فحسنا كنتم تحتملون لأني أحسب أني لم أنقذ شيئا عن فائق الرسل إشارة بولس هنا إلى الرسل إشارة عجيبة جدا أيوة هل بولس يقصد أن هناك بعض رسل المسيح لم يعلموا بنفس العقيدة التي علم بها بولس؟ لا طبعا ده بولس بيقول اللي أنا بقوله بيقوله الرسل اللي أنا بنادي به بينادي به الرسل ودي رسالتهم ودي رسالتي وأنا كبولس لم أنقص شيئا قدمت كل حاجة زي ما هم قدموها ولو رجعنا إلى سفر عمل الرسل هنجد أنه دي الحقيقة ماذا نادى التلاميذ عن يسوع المسيح ماذا قالوا وماذا قالوا عن الخلاص بالمسيح لو رحنا إلى سفر عمل الرسل وفي أصحاح أصحاح 2 كويس ولما نتكلم عن لما يتكلم في يوم الخمسين بوترس في هذه الوعظ هيقول إيه أيها الرجال الإسرائيليون أصحاح 2 وعدة 22 أيها الرجال الإسرائيليون اسمعوا هذه الأقوال يسوع النصري رجل وهنا لما يقول رجل بمعنى أنه فولي هيومان مش بي الغراهوته زي ما الأخر المسلمين قال لك رجل خلاص إنسان لا لا هو بيقصد به أنه فولي هيومان زي ما هو فولي جاد هو أيضا إنسان كامل وإله كامل رجل عاش بينكم رجل تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجاب وآيات صنعها الله بيده في وسطكم كما أنتم أيضا تعلمون هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق يعني إيه بمشورة الله المحتومة يعني موته لم يكن مجرد صدفة موته كان هو خطة الله الأزلية لفدال إنسان هذا أخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق ولكن لا يلغي أبدا مسؤوليتكم وبأيدي أثمه صلبتموه وقتلتموه الذي أقامه الله ناقدا أو جاء الموت إذ لم يكن ممكنا أن يمسك منهم وبعدين يقول كده في النهاية فلما سامعوا الناس بقى اللي سامعوا الوعظة بتاعة بوتروس عن موت المسيح وعن قيامة المسيح فلما سامعوا نخصوا في قلوبهم وقالوا لبوتروس ولسائل الرسل ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة نعمل إيه ماذا نصنع فقال لهم بوتروس إيه توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا يعني إيه يعتمدوا لاسم يسوع المسيح ويعني إيه المعمودية أليست المعمودية إشارة إلى اتحاد الإنسان بالمسيح في موته وفي قيامته وبعدين بتقول أنه بولوس انحرف عن فكرة الصلب و الفداء ألم يكن المسيح هو الذي أسس في العشاء الأخير حقيقة سفك دمه وكسر جسده لفداء الإنسان يعني يعني كلام كلام غريب كلام غريب ده أنا بس أريد آية واحدة أنا لو رحنا رحنا إلى أصحاح ثلاثة هنجد أنه أيضا نفس المنادات يقول كده في أصحاح ثلاثة في عمل الروسل ثلاثة ولكن أنتم أنكرتم يقول خلينا أرى من عدد الثلاثتاش إن إله إبراهيم وإصحاق ويعقوب إله أبائنا مجد فتاة يسوع الذي أسلمتموه وأنكرتموه أمام وجهي بلاطوس وهو حاكم بإطلاقه يعني تسياريكال فاكت موت المسيح حقيقة تاريخية ما عندهم شدول شبها له على فكر وبعدين يقول أيضا ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يهب لكم رجل قاتل ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات ونحن شهودا لذلك وبالإيمان باسمهين شدد اسمه لهذا الذي تنظرونه وتعرفونه والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم لما أقام هذا المفلوج وقال له باسم يسوع المسيح النصري قم وأحمل سريرك كل وعز الرسل كان الجوهر بتاعه حقيقة موت المسيح وقيامة المسيح وليس فقط حقيقة تاريخية لكن حقيقة إيمانية آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك أآمن بي على أي أساس على أساس مين هو أو على أساس عمل إيه الإيمان مبني على مين يسوع المسيح وإيه اللي عمله يسوع المسيح وإيه لما يبقاش إيمان وإيه لما يبقاش إيمان إنما حضرتك تفسر النصوص على مزاجك يعني ناخد مثلا فيديو رقم ستة فيديو رقم ستة بقى يعني هو بياخد صف الرسل التانين يعني وكلمة رسول هنا يعني آآ أنا أتكلم عنها هم لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة هو عايز أقول إن كل من ينادي بإنجيل غير الإنجيل الذي جوهروا موت المسيح وقيامة المسيح هم رسل كذبة هم متكلمش عن الرسل التلاميذ تلاميذ المسيح ورسل المسيح الحقيين لكن أي واحد جاي برسالة كان يطلق عليه رسول ماسنجر زي ما جلنا من 1400 سنة واحد ورسول كاذب كأن بوليس يشير هنا إلى أن هناك بعض رسل المسيح لم يعلموا بنفس التعليم التي علم بها بوليس فيما يخص يسوع سوائني فين هنا لما يقول بوليس لأني أحسبوا أني لم أنقص شيئا عن فائقي الرسل فين هنا بوليس قال أنه يعلم شيئا مختلفا عن بقية الرسل فين تبتفسر على مزاجك لما يقول هنا كلمة رسل فائق الرسل فائق الرسل دول يختلف عن لما يقول عن رسل كاذبة هو دول 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 تو ايدنتيتي زي ما نسميهم دول دول فئتين مختلفتين فائق الرسل أو الرسل بقيين أنا ما اختلفتش عنهم أنا بنادي بنفس الرسالة لكن هناك رسل كذا بقى أيوة هناك رسل كذا دول مختلفين عن رسل المسيح انت لازم تعمل زي مرسي don't mix don't mix اقرأ النص كويس وفهمه كويس نسمع بقية الفيديو بنفس التعليم التي علم بها بوليس فيما يخص يسوع المسيح نفسه وبالبشارة أو الإنجيل التي بشر بها بوليس بشكل عام والمتعلقة بالصلب والفداء وقيامة المسيح من الأموال يعني هما التلاميذ كانوا بينادوا برسالة مختلفة عن رسالة بوليس اللي هي محورها الصلب والفداء طيب عشان نكمل يعني يتحفنا أكتر وأكتر خلينا ناخد فيديو رقم 8 مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح وهذه قضية في غاية الأهمية بوليس يتهم بعض رسل المسيح بأنهم كذبة أو بأن هناك معاصرين لبوليس يتشبهون برسل المسيح يبشرون بعقائد غير متفقة وغير متصقة مع العقائد التي بشر بها بوليس وأنا أكاد أتعجب لو كان هذا النص يقصد أن بوليس يكذب بعض رسل المسيح ويقول عنهم رسل كذبة فهذه بجاحة شديدة يا أيها التاعب يا تاعب نفسك لا تتحرك لا تتحرك لا تتحرك دول غير دول وليس كل من يطلق عليه رسول هو رسول فلقب رسول ده لقب عام وأوقات بيستخدم ماسنجر فالرسل رسل 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 الشيطان يختلف عن رسل المسيح الرسل الذين لهم لهم تعليم مخالفة أو بيكلم عنه هنا أنهم رسل كذبة دول دول مش تلاميذ المسيح ولا دول الاثنى عشر اللي المسيح استأمنهم على رسالته مش دول دول فئتين مختلفتان أو مختلفتين دون ميكس لو جبت عيل صغير يفصل النص ده هيفهمه أنه دول غير دول لكن هنعمل إيه أنت حابب تقول اللي عايز تقوله وخلاص طيب نروح إلى قضية أخرى هي قضية الارتداد وطبعا زي ما قلت لحضراتكم أنه قضية التبرير التبرير بالإيمان هي القضية الجوهرية في دفاع بوليس ضد المعلمين المتهودين دي القضية الأساسية دي القضية الجوهرية ما ينفعش أكون بقول إنه النموس يخلص الإنسان والمسيح يخلص الإنسان والتنين دول ما ينفعهش يبقوا مع بعض لا ياء المسيح ياء النموس والنموس لا يخلص لكن الذي يخلص الإنسان هو يسوع المسيح وده اللي أكده بوليس في روما لو حضراتكم أريتو روما الموضوع الأساسي في روما هو بر الله لأنه قد ظهر بر الله بدون النموس مشهودا له من النموس بر الله بالإيمان بيسوع المسيح فالإنسان كيف يتبرر الإنسان أمام الله مش بأعماله عمر الكتاب بنادى بأن الأعمال تبرر الإنسان الأعمال لا تبرر الإنسان لكن الإنسان يصير بر بعمل المسيح بكفارة المسيح بفداء المسيح الذي فيه لنا الفداء بدمه وفران الخطايا وعش كده زي ما قلت القضية الأساسية هي مش معلمين بينادوا بأن المسيح صلب أو لم يصلب ما حصلتش ولا معلمين بينادوا أن المسيح شبها له ومعلمين آخرين بيقول لا المسيح حقيقي لا 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 مش القضية الإسلامية نهائي ملهاش أي وجود وما ليه القضية الأساسية القضية الأساسية أنه لتنين متفقين على صلب وموت وقيامة المسيح بس تلاميذ المسيح ومع بوليس بيقولوا أن المسيح وحده هو الكفاية معلمين المتهودين بيقولوا لا المسيح وحده مش كفاية نحط معاه الختان وحفظ السبت والصيام والفرائد النموسية ده كل القضية وهو لو أرى أي تفسير لهذه النصوص كان فهم وبعدين نروح لغلطية نفس القضية في غلطية نفس القضية قضية التبرير بالإيمان موجودة في غلطية نروح نشوف في فيديو تسعة بيكلمنا عن غلطية نسمع كده بيقول لنا إيه عن غلطية لكن هناك نقطة جوهرية هامة جدا يجب الإشارة إليها هذه النقطة هي أن بوليس نفسه أشار إلى وجود ما أسماهم بيه الرسل الكذبة والتلاميذ الكذبة هؤلاء قال عنهم بوليس أنهم أعداء صليب المسيح وهذا يعني أن بوليس أقر بأن هناك معاصرين له كانوا يبشرون بعقائد أخرى مختلفة تماما لعقيرة الصلب والفداء وبوليس سماهم بأعداء صليب المسيح وهذا يعني أن هؤلاء كانوا يقاومون عقيدة صلب المسيح هاتلي تفسير محترم بيقول الكلام ده سواء لروميا أو لغلطية أو لفليبي أو لكرونسوس التانية ما فيش ما فيش واحد بيقاوم حقيقة صلب وموت المسيح أما ليه بيعملوا إيه؟ ده هما بينادوا بأن الإنسان بيخلص بالمسيح وبحاجات تانية وده اللي واضح في غلطي لم يقول كده يقول في غلطية أني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر وإنجيل آخر ليس معناه إنجيل مكتوب لكن بشارة أخرى ليس هو آخر غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون أن يحولوا إنجيل المسيح يبقى ناس بتاخد إنجيل المسيح وبتحولوا إيه إنجيل المسيح؟ أن الإنسان يخلص بالإيمان بيسوع المسيح بشخصه وبعمله فقط إذا أضفت لأي حاجة تاني يبقى أنت بتطعن في كفاية عمل المسيح وعش كده بقول لهم ولكن إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أناثيمة ملعون كما سبقنا فكلنا أقول الآن أيضا إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيمة يعني إيه؟ يعني جماعة ما الإنسان هيخلص بالإيمان بس؟ ولو حطينا أي حاجة بجانب الإيمان بالمسيح يبقى بنقول أن المسيح عمله مش كافي عمله مش كافي كيف لعمل المسيح أن يكون غير كافيا؟ المسيح مات من أجل الكل المسيح قدم نفسه فدية للكل كفارة المسيح هي مرة واحدة وفيها كل الكفاية أنا لا أحتاج شيئا آخر بجانب المسيح طب والأعمال الصالحة أعمال الصالحة أتيجي العمال الصالحة في نظر الله هي هي ترجمة للإيمان الحقيقي الأعمال الصالحة هي نتاج عمل المسيح في حياتك الأعمال الصالحة مش اللي هتوديك السماء لأنه حتى لو بالنموس الإنسان لا يستطيع أن يحفظ النموس وإذا أخطى الإنسان في واحدة صار مجرما في الكل فيش حد يقدر يحفظ النموس لكن الخلاص هو بالإيمان الإيمان بيسوع المسيح وبعمل يسوع المسيح الكفاري وهو مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه إثم جميعنا ماذا أعمل لك أخلص؟ لا لا مش عليك أنك تعمل آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك دي هي رسالة الإنجيل أعزائي المشاهدين رسالة الخلاص في المسيح يسوع دي رسالة اللي احنا بنفرح بيها دي رسالة اللي خلصتنا وبتخلص عشان كده بنقول أن المسيح مات ودفن والمسيح أيضا قام وزهر كل سنة وحضراتكم بكل الخير والسلام الرب يباريكم ترجمة نانسي قنقر